ولكن السؤال الأول يعني كيف يتواصل الله كيف كان الله بيتكلم أنت ذكرت بأنواع وبعدين قلت مش يعني بالكامل كان بيعطي أجزاء من الوحي فأعطينا فكرة أكتر عن هذا الموضوع أمين بيقول لنا الله بعد ما تكلم الأباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة عايزة فرق بين كلمة بأنواع وكلمة طرق بأنواع زي ما حضرتك تفضلت وقلت إنها أجزاء بمعنى أنه مثلا ما فيش نبي إدانا كل الإعلان الكامل عن الله وما فيش نبي تنبأ عن كل النبوات اللي هتتحقق في شخص المسيح يعني أشعية يقول لنا أنه هيولد من عزرق بس ما يقول لناش هيتولد فين لكن ميخا المرشتي يقول لنا وأنت يا بيت لحم يهوذة وأنتي طغيرة أنت تكوني بين ألوف يهوذة بيكلمنا عن مكان ميلاد المسيح سفر ميخا صحاح خمسة أي اتنين مضبوط نبوة هوشع بتوضيف جزء آخر عن شخص المسيح وتقول لنا أنه لا بد له من الذهاب إلى مصر وبيقول من مصر دعوت ابني اللي بيقتبثها متى علشان يقول لنا ده ما يقيل بالأنبياء وهكذا تلاقي ما فيش نبي إدى كل التفاصيل لكن كل نبي كان معاه جزء من الوحي لكن كل الوحي في النهاية من التكوين لملاخي لو هنتكلم عن أطفال العهد القديم المقصود بالأنبياء هنا أنبياء العهد القديم كلمونا بأنواع فيه كمان حاجة أثمها طرق يعني مش كل نبي كان الله بيعلن له بنفس الطريقة فيه واحد زي موثى كان بيكلم الله كما يكلم الرجل صاحبه وفيه أنبياء بالرؤية لما نشوف مثلا رؤى حظ قيال وذكرية فنلاقي فيه أنبياء بيعلن لهم بالرؤية فيه طريقة أخرى أنه بتكون قصة حياة النبي هي في حد ذاتها نبو لما نشوف يونان في بطن الحوت والحقيقة رب بيقول لنا كما كان يونان في بطن الحوت ثلاث أيام وثلاث ليالي هكذا ينبغي أن يكون ابن الإنسان في بطن الأرض الثلاث أيام وثلاث ليالي فالقصة نفتها هي النبو هكذا هوشع في ارتباطه بامرأة صاحبة الصاحب والمحبة الكبيرة لهوشع نحو ذوجاته رغم عدم استحققها رغم خيانتها بنشوف مثل رائع للنعمة ولمحبة الله المغيرة فدي كلها طرق مختلفة من نبي لنبي اشتركوا في القناة